بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب مع الدرس الثاني من مادة الدراسات الإسلامية قسم الفقه والسلوك معنوان الأموال الزكاوية للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول المنهج الجديد الأموال التي تجب فيها الزكاة هذه تسمى بهيمة الأنعام الإبل البكر الغنب هذه تسمى الخارج من الأرض هذه تسمى الأثمان الأشياء التي لها ثمن وعروض التجارة الأشياء التي تباع وتشتر على أي شيء يطلق المال حدد الخيار المناسب هل الزكاة والفضة والأوراق النقضية ولا الإبل والبكر والغنم ولا كل ما يمكن أن يمتلكه الإنسان كل ما يمكن أن يمتلكه الإنسان سواء بأرض بيت سيارة كل دي اسمه مال لأنها تقدر بمال تمام كده الزكاة لا تجب في كل ما يمتلكه الإنسان بل في الأموال المحددة الأربعة التي تحدثنا عنها منذ قليل بهمة الأنعام وهي الإبل البقر الغلب الخارج من الأرض وهو محدد مثل الزبيب والشعير والبر وأشياء محددة الأثمان وهي الذهب والفضة والأوراق النقضية عروض التجارة هي الأشياء التي تباع وتشتر سيارات وغيره زكاة بهمة الأنعام لها شرطين ننتبه أن تكون سائمة يعني سائمة مش مربوطة بتمشي هي التي ترعى طوال العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات من غير ما تدفعني ولا مليم ما بدفعش فلوس المسي سائمة ترعى بملاش فلا زكاة في التي يعرفها صاحبها بعلف نشتراه أو جمعه له ولا زكاة في التي ترعى بعض العام إلا جميعه أو أكثره يعني الحتة دي لو أنا مثلا رعتها ست شهور وسبتها ترعى ست شهور لا زكاة فيه لو سبتها ترعى سبع شهور واشتريت لها خمسة هنا يقول ابن عثيمين رحمه الله يجب فيها الزكاة يبقى إذا كانت معظم العام ترعى سائمة يبقى فيها زكاة معظم العام تشترا لها الأعلاف لا زكاة فيه أقول كمال مرة إذا كانت أكثر العام ترعى بلاش في الصحاري والغابات يجب فيها الزكاة أكثر العام يعني أكثر من ست شهور بشتري لها وجمع لها بفلوسي يبقى ليس فيها زكاة الشرط الثاني أن تكون معدة للاستفادة من ألبانيها ونسلها يعني أنا بربيه علشان أجيب أولاد منها وبيعهم ونكسب من اللبن بتاعها لكن إن كانت للعمل عليها بتحرص الأرض باستفيد منها في شيء يعني عشان أشتغل عليها وليست من أجل اللبن والنسل فلا تجب فيها الزكاة يعني فيه ناس بتاخد البقر هذا ويحرص الأرض يعني لو فيه محراس ويحرص الأرض هذا ممكن يكون لعراسة الأرض تمام؟ المهم اللي يكون لو كان من الأجل اللبن والنسل يجوز غير كلا للعمل يبقى لا يجوز أنصبة مهيمة الألعام فيه نصاب نحن فاكرين في شروط الزكاة يحول عليها الحول أو تبلع عن نصاب النصاب بتاع الإبل خمسة أقل من خمسة لا ما دولا خمسة لا زكاة فيها لو عندي أقل من خمسة لا زكاة يعني أربعة لا البقر ثلاثون لو تسعة وعشرين لا ما دون ذلك لا زكاة الغلم أربعون ما دون ذلك لا زكاة لو تسعة وثلاثين لا لا تزكي قلنا إذا كان عند الإنسان إبل طرع خمسة أشهر ويعليفها سبعة لا زكاة فيها قلنا على النص أكثر من النص خلاص والعكس تعالوا بقى الأسئلة ده جاهزتها لكم بسعب الله عليكم لو أجبكم الشرح وفهمتم لتعطوني اللايك وتشتركوا في القناة يا الله نخش على الأسئلة ما الذي يشمله اسم المال؟ كل ما يمكن أن يبتلكه الإنسان كل ما يمكن أن تبتلكه الإنسان فهو ما؟ بيتك، أرضك، سيارتك، جوالك، لبتبك السؤال الثاني اذكر شروط وجوب الزكاة في بهمة الألعاب أن تكون سائمة وهي التي طرع طول العام أو أكثره في الصحراء أو الغباء فإن كان يحليفها بعالف اشتراء أو جمعه لها أكثر العام فلا زكاة فيها أن تكون معدل الاستفادة من ألبانيها أو نسليها فإن كانت للعمل عليها فلا تجيب الزكاة هل سهلا؟ على فكرة، نستطيع أن نكتب الزكاة فقط ولكن نجيب الزكاة الثانية لكي نوضح وكي لا يوجد أحد من المعلمين أو المعلمات يقولون لك لا، هذا الإجابة ناقصة فإن تكتب له وتوضح له يبقى أنت بتكتب الإجابة نووذجية كما جاءت بالكتاب وانت كما وانت كما نروح للسؤال الثالث يبقى أن تجيب الزكاة فيها وما لا تجيب سبعة من الإبل تجيب لأن النصاب خمس لأن النصاب خمس تسع وعشر من البقر لا تجيب لأن النصاب ثلاثين كان لسا واحدة واحد واربعين من الغنب تجيب لأنه زادت عن النصاب بواحدة يبقى تجيب، لا تجيب، تجيب السؤال الذي بعده حدد الأموال التي تجيب فيها زكاة بهيمة الأنعاب الخارج من الأرض الأثمان وهي الذهب والفضة والنقود عروض التجارة طبعاً مش كل الخارج من الأرض اختلف الفقهاء في ذلك هناك نسألك كل من يخرج من الأرض بالدليل وقاتوا حقه يوم حصاده وهناك نسألك لا فيه حاجات معينة اتحددت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الزبيم، البر، الشعير، القمح، الأرض كده يعني كده نكون خلصنا تبخلوش علي بالدعاء واللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى لكم التوفيق والنجاح دائماً في الدنيا والآخرة أطبقوا بيلاد شكراً ورحمة الله وبركاته ترجمة نهاية اشتركوا في القناة وبركاته في السبس